خفض التصعيد في محافظة درعا السورية انتهى بقرار الروسي لتواجه هذه المحافظة مصيرا مشابها لذلك الذي حدث في الغوطة الشرقية وحلب وغيرها من مدن سوريا فبداية العمليات العسكرية لروسيا وقوات النظام وميليشياتها على درعا كان بمثابة تصديق الروسي على نهاية اتفاق خفض التصعيد تصديق ترجم على ارض الواقع قصفا مكثفا بالمدفعية وبالطائرات خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بجانب دمار كبير في الممتلكات هجمات روسيا وقوات الاسد تأتي بمثابة تحضير اولي لتنفيذ حملة عسكرية واسعة في درعا بحسب مصادر تابع للنظام اما موقف الولايات المتحدة مما يحدث في درعا فجاء على شكل رسالة الى فصائل المعارضة المسلحة استبعدت واشنطن في مضمونها تقديم اي دعم عسكري للفصائل المقاتلة هناك من اجل صد هجوم مرتقب لقوات الاسد على المدينة لتواجه مصير اخواتها في حلب والغوطة الشرقية وبحسب محللين فان ثم تتفاهما امريكيا صهيونيا مع نظام الاسد بضمانة الروسية بشأن معركة درعا يقضي بابعاد القوات الايرانية والميليشيات الموالية لها عن المعركة مقابل تعهد امريكي بعدم التدخل لوقف الحرب مهما ارتكب فيها النظام من مجازر ما يعني بالضرورة تخليا امريكيا روسيا عن الالتزام باتفاق خفض التصعيد الذي يشمل درعا وتراجع من جانب واشنطن عن استراتيجيتها في دعم فصائل المعارضة السورية تراجع الادارة الامريكية عن موقفها يبدو بانه لن يعني الكثير لفصائل المعارضة المسلحة التي تستعد لخوض معركة مصيرية على ابواب درعا المعقل الاخير للمعارضة في الجنوب السوري حيث اعلنت المواجهة واسقطت طائرة حربية للنظام في منطقة مليحة العطش في وقت تدور فيه معارك كر وفر في عدة محاور ابرزها بصر الحرير وعلى الصعيد الانساني تقول الامم المتحدة ان 45 الف مدني فروا من المعارك الدائرة في درعا بينما ابدت تحذيرات من مصير مجهول ل750 الف مدني في المدينة في مشهد يكرس التخاذل الدولي والامريكي في نصرة شعب يقصف بينما تكتب اطراف دولية اخرى دستورا جديدا له بدماء ابنائه اشتركوا في القناة